تكلم على الأطفال اللي عندهم إمفنتايل إجزيمة تبص تلاقي الطفل ده عنده إيه؟ فيه خشونة في الجلد ولا حاجة؟ التفل خلاص فقط الملمس الناعم بتاع الأطفال تبص تلاقي فيه خشونة وعنده إشرف الشعر زي ما بنقول علاج الإجزيمة بتاعت الأطفال أو الإمفنتايل إجزيمة دي أو الإجزيمة في الأطفال حديث الولادة أسلوب حياة يعني إيه؟ معهد شافت أمسح وش العين بمنادير معطرة المنادير معطرة دي فيها كحول فيها سبيرتو تبص تلاقي لما نمسحه تبص تلاقي الطفل ده الجلد ينشف أكتر لأن الكحول ده مدر للبشرة استخدم له صابونة الأطفال ما يكون مفهاش نسبة كحول ولا حاجة لأن لما استخدم له الصابونة العادي ولا حاجة ده ينشف الجلد كتير معودش كل شوية أمسح وش العين أو أحميه فيه اعتقاد شاية أننا لما حمي العين كتير جلده يطرأ كلام ده مش مظبوط لما حمي العين كتير بيشيل البشرة الدهنية الموجودة بتدي تراوة للجلد وتخلي الطفل جلده ينشف أكتر على العكس ما الناس متخيلة أننا حمي كتير الجلده يطرأ بالعكس أنت لما تحمي كتير 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 الطفل ده جلده ينشف أكتر ما لبسوش غير ملابس قط لأن البلابس البوليستر أو الأصواف لما تلمس جسمه هتهيي الجسمه كله وتزود الإكزيمة اللي موجودة عنده باستخدم لهم كريمات فيها نسبة كورتوزون ضئيلة جدا بسيطة جدا لما يكون الخشونة الشديدة والعي العمال مش عارف يشكينك لأنه طفل تبس تلاقي عمال يدعك وشه في أي حد يشيله وعمال لو فيه إكزيمة في ظهره وعمال يحك في ظهره تبس تلاقي العي النايم على السرير مقلقل مش مرتاح عمال يحك يعني جلده في السرير أو في المرتبة اللي نايم عليها ليه؟ لأنه عنده إكزيمة بلده بيهرشه الأطفال دول بنيديهم لما يكون الإكزيمة جديدة بنيديهم كريمات فيها نسبة كورتوزون بسيطة جدا ويا دوبا كان دهينها مرة ولا مرتين وحطة صغيرة وفرشها ما كترش علشان الكورتوزون برضو بيمتصى عن طريق الجلد فأنا باستخدم له كريمات فيها نسبة كورتوزون ضئيلة جدا واستخدم لهم شمبوهات وغسول وكريمات مرتبة للجلد لأنك تلفل ده جلده خشن فعايز حاجة ترطى بين جلد فبنستخدم كريمات مرتبة للجلد الكريمات المرتبة للجلد فيه أنواع كتيرة موجودة في السوق ما فيهاش كورتوزون دي بترطى بالجلد انا باستخدم اول حاجة اسلوب الحياة بلاش وايبس او منادير معطرة لبسينا قطني على طول عايد الطفل قدام وكيفة كده ولا حاجة او في الجو بتاعها كويس اشغل المروحة عشان الحر ممكن يزود المشكلة والعرق ممكن يزود المشكلة واستخدم كريمات فيها نسبة كورتوزون بسيطة جدا لما يكون الاكزيمة جديدة ولما تهدى شوية الاكزيمة اعمل له ايه استخدم له كريمات فيها مرتبات او كريم مرتب ما يكونش فيه نسبة كورتوزون لانه مش مسموح حتى في الاطفال ان احنا نستخدم الكورتوزون لفترات طويلة حتى لو عن طريق الجلد لان الكورتوزون ده بيمتص في حاجات تانية تبصي تلاقي الطفل ده ماشي في امانتي الله وفجأة زهد له حبوب على جلده حاجة اسمها ارتكاريا حبوب ارتكاريا موسمية او ارتكاريا حبيبية تبصي تلاقي الطفل ده ظهر حبوب كده هو الحبوب دي فيها مية الطفل ده كان حاجة مثلا هيجت جلده او راسته ضموسة ولا حاجة هيجت جلده الاطعيمة اللي ممكن تزود الارتكاريا في الاطفال او الارتكاريا الحبيبية دي الموز الفراولة الشوكولاتة الحاجات دي ممكن تهيج الجلد بتاع العيله يحظر له ارتكاريا او نقط فيها مية النقط اللي فيها المية دي مشكلتها ايه ان احنا ساعات تتلخبط ما بينها وما بين الجديري المائي طب نفرقها ازاي الارتكاريا ما فيهاش حرارة الجديري المائي ممكن يجي بنسبة بدرجة حرارة بسيطة الارتكاريا ما تظهرش في سقف الحلقة وغالبا ما بتظهرش في فروط الرس يبقى ما بتظهرش في حاجة اسمها الميوكاس من برينز ما بتظهرش في الايه في الاخشية المخاطئة يعني ما تلاقيش عاي الواحد عنده ارتكاريا تلاقي حباية من الارتكاريا موجودة في سقف حلقه لكن الجديري ممكن يظهر في سقف الحلقة فانت لو اتحيرت كده كدكتور او كام دي ارتكاريا ولا جديري الارتكاريا ممكن تيجي في اي حتة لكن الجديري غالبا بيجي في البطن والسدر وينتشر بعد كده للاطراف لكن الارتكاريا من البداية بتاعتها ممكن تظهر في اي حتة الارتكاريا ما تجيش في سقف الحلقة ما تجيش في الميوكاس من برينزا او ما تجيش في الاخشية المخاطئة. لكن الجديري يجي. فانت لو فتحت بوق العيل كده او فتحت ابنك او فتحت وانت بتكشف على عيل ولايات اه حباية موجودة في ساقف الحلقة. يبقى دي مش ارتكارية لان الارتكارية ما بتجيش في الاخشية ايه المخاطئة. يبقى ده جديري. طب علاجهم ايه? علاجهم واحد. اه ان احنا بندهم مرتبات للجلد او حاجة زي اي غسول مرتب للجلد وبنديله حاجات مضادة للهستامين. ونحمل عيل. عادي. ونمنع عن الاطفال اللي عندهم ارتكارية. نمنع عنهم الاكل او الحاجة اللي ممكن تكون مسببة ان زودة الارتكارية زي الموز الفراولة الشوكولاتة لبسينا اقطاع من البس بوليستر ولا حاجة. ونستخدم اه اه سابون ما يكونش فيه نسبة كحولة عالية او الزابون اطفال ولا حاجة. ده يهدي الجلد بتاع الايه? بتاع الاطفال وبندى مضادة للهستامين.